بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد قال العالم الفاضل ميرزا عبد الله الأصفهاني قدسة روحه الزكية أن الشيخ ابن أبي الجواد النعماني هو ممن رأى القائم الإمام المهدي المنتظر عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى وقال له أثناء لقائه يا مولاي ابن رسول الله علمني دعاء فقال له صاحب الزمان سلام الله عليه قل اللهم قد أخذ التأديب مني حتى مسني الظر وأنت أرحم الراحمين وإن كان ما اقترفته من الذنوب أستحق به أضعاف أضعاف ما أدبتني به وأنت حليم ذؤنات تعفو عن كثير حتى يسبق عفك ورحمتك عذابك أكرر الدعاء اللهم قد أخذ التأديب مني حتى مسني الظر وأنت أرحم الراحمين أي بمعنى بأن الله سبحانه وتعالى يحاسبك على ذنوبك ويؤدبك في الحياة الدنيا بكثرة الإبتلاءات بالأحزان بالغموم بالهموم فقال الإمام المهدي عليه السلام في هذا الدعاء بلسان حالنا جميعا وليس بحاله اللهم قد أخذ التأديب مني حتى مسني الظر يا رب أنت تؤدبني لأني قد أذنبت وتأديبي يكون بكثرة البلاء بكثرة الحزن بكثرة الهم عدم قضاء الحاجات فقال صاحب الزمان سلام الله عليه لابن أبي الجواد قل اللهم قد أخذ التأديب مني حتى مسني الظر وأنت أرحم الراحمين وإن كان ما اقترفته من الذنوب أو وإن كان ما اقترفته من الذنوب أستحق به أضعاف أضعاف ما أدبتني به وأنت حليم ذو أنات تعفو عن كثير حتى يسبق عفوك ورحمتك عذابك يقول ابن أبي الجواد النعماني ما قرأت هذا الدعاء مقدمة لدعاء آخر إلا واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعائي رجاء نجرب ولا تشك برنامج صباحات الآئية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر